السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بمتابعين قناتي أطيب الوصفات مع نوفا وصفتنا النهاردة عن المنسف المنسف الأردني على أصوله من أول مفتحت القناة وأنا نفسي أنزل الفيديو ده بس خلاص جه وقته لازم ينزل دلوقتي لو لسه بتشوفوا قناتي الأول مرة ما تنسونيش بالاشتراك ولو عجبك الفيديو ما تنسونيش بالدعم باللايك وفي الكومنتات قولي لرأيك طبعا بنات خلاتي حبيبي حيدخلوا بقى دلوقتي لما يشوفوا الفيديو وحيقولولي إيه رأيهم في المنسف طبعا من أصل الأردن ربنا يخليها خالتي وماما وبنات خلاتي بيعملوا المنسف دايما في المناسبات بقى نتبح الدبيحة ونحط راس الخروف كده فوق إكراما للضيف حاجة بجد مشرفة وجميلة جدا تعالوا نشوف الطريقة ونشوف هنأمل إيه مع بعض عندي حل على النار فيها شوية من الزيت بحب دايما أشوح الفراغ لو تاخدوا بالكم معي على القناة دايما بحب أشوح الفراغ بدي تشويحها كده حلوة للفراغ مع البهرات وبعد كده هضيف آخر إضافة في النهاية كوبية من المياه مش هضيف مياه كتير في تسوية الفراغ لإني أنا عندي النهار ده هعمله بالشانينة أو باللبن الشانينة فمش عايزة سوية لتكون كتير هنا هضيف الهيل وهضيف كمان بصلة متوسطة وكمان هضيف مرأة دجاج مرأة الدجاج اللي عندي بودر لو مكعبات هضيف مكعبين من مرأة الدجاج آآ بدي تشويحها حلوة كده للفراغ مع البهارات وأهم إضافة بهار المنسب بهار المنسب ده بنشتريه من العطار أو من السوبر ماركت بس أنا حبيبتي خالتي بتعمله على قديها في البيت بيكون ريحته أقوى ونكهته جميلة جدا آآ وكمان إضافة الكركم بحط ربع معلقة صغيرة من الكركم آآ بهاراته بسيطة جدا هيل ومرأة الدجاج وبهار المنسب يكون فيه كل الإضافات والكركم والبصل مش أكتر من كده آآ الملح طبعا هضيفه مش دلوقتي وحوريكو هنضيف الملح قدي إيه ونحافظ في إضافة الملح التشويحة الجميلة جدا للفراغ مع البهارات بتدي ريحة وطعم جميل جدا زي ما قلتلكوا البهارات معمولة في البيت نكهتها أقوى وجميلة بس ما فيش صعوبة طبعا ممكن نشتريها من سوبر ماركت وهتقدي نفس الطعم آآ جميلة جدا البهارات المنسب رحيتها فعلا طحفة تعالوا بقى هنا هنغطي على الفراغ ونسيبها شوية على نار وسط آآ تتشبع كده بالبهارات وندخل حنعمل اللبن إزاي ده لبن شنينة آآ بصراحة خالتي اديته لي آآ بيكون طازة أجمل من اللي احنا بنشتريم معلبات آآ بس برضو هضيف ده شكله بيكون آآ هضيفه قدامكو برضو دلوقتي هنا ده الجميد برضو خالتي بتعمله آآ في البيت بيكون جميل جدا ممكن نعمله بالجميد وممكن نعمله بلبن شنينة ده بيكون لبن شنينة آآ ممكن نشتري مقدار الكمية اللي احنا عايزينها وبنضيفها زي ما انتو شايفين على النار وبفضل أقلب فيه لانه ما شاء الله طازة فمش محتاج ان انا أقلب كتير لانه مش هيفصل معي آآ بعد ما آآ بقلب اللبن كده ويغلي ببتدي اضيفه على الفراخ هنا الفراخ ضفت بس عليها كوباية من المية زي ما قلتلكو مش هسوي الفراخ في مرأة يعني مية كتيرة لانه زي ما قلتلكو هحط الشنينة عليها فمش عايزة تكون خفيفة كده والمية تكون زيادة برضو الاضافة اللي هضيفها هنا الملح الملح مش هزود في الملح عشان طعمة الشنينة بتكون فيها ملوحة ولو هعمله بالجميع برضو بيكون طعمته مالح فنحافظ في اضافة الملح عشان ما يكونش يعني مالح جدا معانا بسيبه يستوي مع نفسه كده ونرجع نعمل الرز طريقة برضو الرز بسيطة وجدا وسهلة وطعمه بجد طحفة يعني ممكن ناكل الرز كده حافل وحده آآ هنا بقى حل فيها شوية من الزيت ضفت الرز الرز اللي انا استعملته الرز المصري الحابة الصغيرة العادية آآ بشوح الرز مع الزيت وبضيف عليه الملح وكمان بضيف الكركم الكركم بمحطش نسبة كبيرة من الكركم ده بس حاجة كده عطار في المعلقة تغير بس لون الرز ما بحبش الرز بصراحة بتاع المنسب يكون أصفر قوي ولا أبيض قوي يعني في المعقول فاحنا بنتحكم في إضافة الكركم تدريجيا لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزين التشويحة في الرز دي بتخلي طعمة الرز جميلة وتبقى نفلفلة كده وجميلة جدا هنا خلاص شايفين لون الرز بضيف بقى المية اللي هتسوي الرز فيها طبعا مية سخنة لان احنا شوحنا الرز فلازم نضيف من مية سخنة وبغطي على الرز واسيبه يستوي ونرجع للفراخ واللبن اللي هنضيفه عليه ناس هتستغرى بالطريقة لقيا يا جماعة طعمها بجد طحفة حموضة الشراب اللي مع الشراب المنسب بجد طحفة سبت هنا بقى الرز يستوي وبرجع للفراخ الفراخ دخلت في التسوية مش استويت مية في المية بس هضيف عليها اللبن علشان يستوي كده وياخد طعمة الشراب الشنينة فبتبقى طعمها بجد جميل كل الاضافة اللي هضيفها هنا مكعبات من الجميتكو لاني انا عملته بالشنينة فبضيف مكعبات جميتكو دي عشان تدي ناكهة للشراب لو عملته بالجميت ده بيكون شكل لعبه جميتكو بنشتري من السوبر مركزة زي مكعبات المرأة الدجاج كده بالضبط انا بضيفها علشان انا عملته بالشنينة لكن لو عملته بالجميت مش هضيف المكعبات دي خالص لان الجميت بيكون في خلاص الخلاصة بتاعة الشراب او الطعم الجميل اللي احنا بنحبه انا ضفت بس تلات مكعبات وهسيب الفراخ مع الشراب بقى يستوي براحته جدا يعني مش هضيف اي حاجة خلاص الملح جميل والطعم فعلا تحفق اول ما يستوي هوريكو طريقة التقديم وبنغرفه ازاي عندي هنا طبق واسع كده كبير هو لو اه العدد كتير بعمل السدر يكون اكبر من كده انا هنا عندي خبز طابون ملقيتش خبز شراك بنشتريه من المخبز اه فجبت بقى خبز طابون في ناس بقى بتحب يتقطعه كده وتنزله تحت الرز بس انا اه حطيته بحاله كده زي ما هو في صدر تحت الرز اه لو اتلاحظوا ان الخبزة ما شاء الله كبيرة فهقطع الحواف دي وهاشيلها شايفين الرز لونه جميل ازاي تحفق اه ببتدي انزل الرزة على الخبز طبعا لو مش حاب اضافة الخبز دي براحتك ممكن تشيليها بس بصراحة انا بحب المنصف لما يكون تحت الخبزة كده جميلة جدا طعمها طحفة بوزع الرز زي ما انتم شايفين وآآ بوديها كده على الحواف وبحط الفراغ فوقيها وببتدي ازينها بالآآ بقدونس مفروم ناعم وكمان عندي لوز انا جهزته حمصته آآ لو عندك فول سوداني ممكن تحمصي فول سوداني بالزيت او تحمريه بالزيت وبتضيفيه فوقيه عادي يا جمال المنصف ولونه لونه بجد تحفى اتمنى دلوقتي آآ كل اللي بيشوفني ما ينسينيش باللايك ولو عجبك الفيديو آآ اعملي بقى اشتراك للقناة لو بتشوفي القناة الاول مرة آآ متنسينيش بالاشتراك آآ ماما حبيبتي ادخلي دلوقتي وقوليلي رأيك في المنصف آآ هنا بقى حطيت الفراخ على المنصف من فوق على سدر الرز بوزعه كده برحته توزيع جميلة طبعا لو بلحم الخروف بيكون شكل السدر اجمل بكتير من كده وان شاء الله هشارك معاكو الفيديو ده هعملو بالجميع وبلحم الخروف ان شاء الله هيعجبكو الطريقة لو جربتوها بنوزع الفراخ كده وبعد كده بنضيف البقدونس التزيين واللوز ده اساسي طبعا الشكل لازم يكون آآ جميل كده من اجمل الوصفات اللي ممكن تجربوها آآ انا بصراحة من عشاء المنصف يعني لو حاكله كل يوم ما عنديش مشكلة آآ طبعا هنا بزين بالبقدونس وكمان بضيف اللوز اللي انا قليته في الزيت شكله بقى طحفة يعني كل مدى ما بيحلوه اكتر آآ هنا اللوز حطيته وكمان بحب اضيف آآ شرايح من الليمون وآآ شرايح من الخيار على السدر كده من فوق شايفين دي شرايح الليمون الحاجة كده دلع اتمنى ان شاء الله لو جربتوها تعجبكو حرفين هتعجبكو من اجمل الوصفات اللي ممكن تجربوها آآ طعمها طحفة آآ مشرفة فعلا طبعا لو متوفر عندك الشانينة او الجميد آآ هتعمليه بكل سهولة والجميد ان شاء الله هعملكو حلقة تانية بطريقة المنصف بالجميد وحيعجبكو فعلا شايفين الجمال آآ هنا بقى اهم خطوة بعملها اني بصفي الشراب لاني عندي آآ حطيت بصل وحطيت هيل فلازم اصفي الشراب قبل ما حطوه للتقديم عشان اي بصلة بقى فيها او اي حاجة لازم نشيلها ونبتدي بقى في الاكل نحط شوية من شراب المنصف على الرز مع الفراخ حاجة كده طحفة طعمها بفعلا جميل شايفين الجمال اتمنى بقى لو لسه بتشوف في قناتي الاول مرة ما تنسينيش باللايك والاشتراك ولو عجبك الفيديو آآ وعجبتك الوصفة اكتبيلي في الكومنتات اتمنى تجربوها شكل الشراب طحفة وطعمته جميلة جدا جدا وصدر المنصف طحفة يعني شكله كده لوحده حكاية انا من عشاء المنصف واتمنى الفيديو يكون عجبكو وكنت ما كنتش طولت عليكو آآ شرفتوني واتمنى الدعم للقناة وباي باي